طب حضرتك ذكرت شيء الآن يعني ونحن نتحدث عن الشعر ذكرت بأنه الروائيات العربيات ينافسنا على الرواية وهنا يمكن ده يعني في إطار الحديث كده برضه تعقيب سريع من حضرتك لماذا لم نرى شاعرات ينافسنا الشعراء العربي يعني الشعراء العرب من الذكور أكثر بكثير هل لأنه المرأة يعني هناك مناطق لا تستطيع البوح بها هناك أيضا جمال مرة قال يعني أعتقد الشعر الكبير نزار قباني بأنه المرأة ربما تستحي أن تكتب شعرا مفصلا يعني كيف ترهد شوفي شافكي أقول لك الحقيقة أن درست في الدكتوراه المرأة شعرة القصيدة النسوية العربية الحديثة فأتكلم بدقة عن هذا الموضوع النساء أكثر جرأة من الرجال في الشعر شواعر العربيات أكثر جرأة من الرجال بجد نعم وأيضا يعني ربما أنت ذكرت النموذج الصارخ في القصيدة الذكورية اللي هو الشعر الكبير نزار قباني طبعا لأنه هو من ذكر هذا نعم لكن لو تأملت نصوص السيدات الشواعر ستجدين أنهن عبرنا عن المرأة بشكل ممتاز لكن الحديث عن العدد هذا ولكن العدد أقل نعم هذا هو يعود إلى الثقافة العربية نفسية ثقافة ذكورية رغم أن المرأة تكتب في الرواية بممتها الحرية طبعا هي الرواية لأنها ممتدة طويلة 200 صفحة مثلا تستطيعين أن تبوحي لكن الشعر هو لغة الاختصار والإيجاز ولذلك تشيري إشارة فقط في القصيدة على أن لا يعني هذا أنه لا توجد شاعرات عربيات مهمات وممتازات اليوم لا هناك طبعا لكن لا نظلم هذا لكن الشعر ككل يتعرض لما يمكن تسميته بانحسار جزئي دخلت الرواية بقوة لأن الرواية تسير مع الدراما الرواية ممكن تتحول إلى فيلم تلفزيوني وإلى دراما صحيح وهذه هي لغة العصر الآن الشعر ربما يهذي بالنفس يجعل الحياة أكثر جمالية يجمل العلاقات الإنسانية لكنه لا يستطيع أن يسير بشكل متوازي مع هذه الهبة الكبيرة في الدخول في التلفزيونات والفضائيات والدراما والمسرح هذا كله يعني يخرج من الجانب السردي وليس من الجانب الشعر الصورة أصبحت هلأ يمكن تحكمنا أكثر ولكن كمان أنا سعيدة بوجود يمكن هلأ الشعر عم نشوفه أيضا على شكل فيديوز يعني بطريقة جميلة يمكن وموسيقى وكمان السيدات أيضا السيدات من بلاد الشام اللي عم بيقوموا بهذا هذا ممكن أنه ينشر الشعر بشكل أكبر وكمان يعني في شيء لازم يعني المرأة في السابق لم تمل يعني قبل السيدة نازك الملائكة والسيدة فدوة طوقان لم تكن الشواعر يعني بارزات بهذا لأن المرأة اكتفت بفكرة أنها هي الممدوح هي القصيدة هي المتلطة صحيح هي القصيدة الشعراء يكتبون عنها صحيح فهي غير مضطرة هي أنت القصيدة التي نحلم بها نعم ولذلك يعني السيدة تجلس في أبها ويتوافد الشعراء كما مع الخلفاء للحديث عن جمالياتها وهذا كان في الثقافة العربية سائدا لزمن طويل إلى أن ثارت المرأة على هذه الصورة في ثورة الشعر الحديث بسيدة نازك الملائكة وفدوة طوقان ولمياء عباس عمارة وتطول القائمة أسماء كثيرة يعني منتحدث عن معرض القاهرة الدولي احكي لنا شوية دكتور علي عن مشاركة العراق في معرض القاهرة الدولي يعني في هذه المشاركة هناك تنوع مهم يعني هناك زملاء شعراء وأيضا في السرد هناك عدد من الروائيين موجودين وأيضا هناك في الفكر في الجوانب الفكرية هناك ثنين من المفكرين العراقيين قدمون أدوات وربما من الجميل أيضا أن المعرض القاهرة جمع ثقافة العراقية بشقيها الذين يعيشون داخل الوطن أو الذين يعيشون في المهاجر الأوروبية كلهم أو عدد كبير منهم كان مدعوا لهذه الدورة وهذا يعني يحسن للمعرض أنها لم ترى بعين واحدة لأنك في العادة يعني تسهل عملية الاختيار من بغداد مثلا وتنتهي المشكلة لكن لأن الثقافة العراقية متعددة في كل دول العالم فتجدين روائيين قادمين من باريس ومن لندن ومن السويد وأيضا قادمين من بغداد ولذلك أنا أسميه هذا نجاح في قراءة الصورة لأن البلدان العربية التي لأسباب مختلفة تعدد وجودها في المهاجر لا أريد أن أقول للمنافي تحضر في المعرض بهذا التواشد وكأن الثقافة العراقية ثقافة واحدة لأنها فعلا ثقافة واحدة